شخنا عفوا بس في السؤال حبيت أسأل هذا الشباب دائما يعيدوه بمحرم لما وقت اللطم يصير يقولون كل يوم عاشرة وكل أرض كربلة هذا الشي هل يجوز؟ لو لا أكو أصنيك حديث؟ لو لا وشكرا هذا من جملة الأغلاط الشائعة من جملة الأغلاط الشائعة تكرار ذكر هذه المقولة الأموية وليست المقولة النبوية أو المعصومية الناس يصور هذا حديث شريف أنه كل يوم عاشرة وكل أرض كربلة والحال أنه ليس فقط يعني أنه ليس حديثا شريفا وإنما هو الشعار رفعه بن أمية لإرهاب الجماهير الإسلامية المسلمة عبر العصور أنه اللي يثور علينا نفعل به كما فعلنا بصبط رسول الله يعني لم نجعل صبط رسول الله للحسين بن علي حرمة فقتلناه فكل أرض كربلة مستعدين أن نقيم نفس المذبحة في كل أرض وكل يوم عاشرة مستعدين أن نقيم نفس المذبحة في كل يوم هذا كان شعار بني أمية مع الأسف وانتشر وبالفعل الناس كانت تخاف تقول أنه يعني في بقية البلدان أنه إذا كان يعني صبط رسول الله صلى الله عليه وآله قتلوه وذبحوه لأنه ثار عليهم فإحنا بعد إذا نقوم بثورة نثور عليهم ما يقتلون يذبحوننا خصوصا مع هذا الدعاية الإعلان فمع الأسف الشريف مع الأسف الشديد ما أدري أنه هذا كيف تحول إلى حديث شريف فيما بعد مع الأسف يعني ما أدري كيف أنه الآن حتى بعض الخطباء ينقلونه على المنابر وهذه مصيبة والمصائف ناهيك عن اللطم والرواديد والمراسم المختلفة اللي دائما يطرح وبعضهم يكتبوا على اللافتات يعني في الحسينيات إذا شايفين كل يوم عاشورة وكل أرض كربلة مع الأسف الشديد هذا من أكبر الأغلاط من أكبر الأغلاط والأحاديث الشريفة المروية عن الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم أصلا على العكس من هذا الشعار على العكس الشعار ماذا يقول يقول كل يوم عاشورة صحيح الأحاديث الشريفة تقول لا يومك يوم عاشورة لا يومك يومك يا أبا عبد الله يعني ماكو يوم آخر مثل عاشورة شلون تقول كل يوم عاشورة الأحاديث الشريفة تقول لا أرضك كربلاء ماكو أرض مثل كربلاء لأنه كربلاء أقدس بقعة في الكون في الأرض كربلاء ثم مكة المكرمة المدينة المنورة النجف الأشراف الكوفة المقدسة هذه البقاع المقدسة لاحظتم أرض كربلاء هي في القمة شلون أنت تقول كل أرض تصير كربلاء يعني أنا لندن قداستها مثل قداست كربلاء إن كان لندن قداستها طبعا فيعني هذه من جملة الأغلاط الشائعة المنتشرة التي تحتاج إلى تدارك وأنا حقيقة دائما أتأذى يعني لما أروح مثلا إلى مجلس من المجالس أشوف مثلا هذه اللافتة أو لما ينطمون على هذا اللاطم ويعني أتأذى أذكر أنه في إحدى السنوات كان الرادوط طول القصيدة مالتا كله هو هذا كل يوم عاشوراء كل أرض كربلاء ويلطم ويلطم الناس فدنسى على هذا الشعر وهي يردد لأنه هو صاير بال يعني بالردمة للقصيدة فجدا كان مؤلم يعني هذه الشعارات ومصطلحات وأقوال اللي تناقض أقوال أهل البيت صلواته الله عليه وتعال شوف أيضا أكو هناك أغلاط شائعة كثيرة مو فقط يقتصر على هذا واحدة منها اللي ذكرنا قبل شوية أنه مثلا شون يسمي يقول وفاة فاضمة الزهراء وفاة رسول الله وفاة الإمام الكاظم وفاة الإمام الهادي والله شون إحنا رايحينها اليوم وفاة الإمام الهادي مثلا مجلس وفاة الإمام الهادي ما عندنا هكذا شيء عندنا شهادة الإمام الهادي شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله كل ما منا إلا مسموم أو مقتول كلهم صلوات الله عليهم مقتولين إما مسمومين أو مقتولين زي اصطلاح مثلا لما يقولون المذهب الجعفري ما سامعين هذا الاصطلاح حتى ما سامعين هذا أيضا من أكبر الأغلاط مع الأسف الشديد مع الأسف الشديد ما عندنا شيء اسم المذهب الجعفري ما عندنا شوفوا مذهب الجعفري يعني شنو كلمة مذهب يعني مجموع ما ذهب إليه الإنسان من آراء هذا يسمى مذهب آراء اجتهادية يعني هالشكل لاحظتم الإمام الصادق عليه السلام ما عنده مذهب الإمام الصادق عنده دين دين رسول الله صلى الله عليه وآله هذا حجة الله على الأرض مو فقيه من الفقهة حتى تسميه عنده مذهب يعني عنده مجموعة آراء اجتهادية شوف أبو حنيفة عنده مذهب مالك بن أنس عنده مذهب لاحظتم الإمام الصادق تنزل مستوى من حجة الله على خلقه إلى فقيه من الفقهة هذا مع الأسف من الاصطلاحات المبتدعة الآن الجديدة المذهب الجعفري وبعدين ليش خصصت الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام دون سائر المعصومين نسبت دينك له كأنه مذهب الجعفري هل تدرون من أين جاء؟ هذا جاء من هؤلاء البتريين ومن أشبه في الأزمنة المتأخرة لما أرادوا أن يحدثوا هناك نوع من المواءمة بيننا وبين المخالفين فابتدعوا هذا الاصطلاح المذهب الخامس لأنه المخالفين عندهم أربعة مذهب الحنفي المالكي الشافعي الحنبلي زين؟ قالوا إحنا المذهب الخامس تعالوا اعترفوا بينا كمذهب خامس شنسمي أنفسنا المذهب الجعفري هكذا مع الأسف الشديد هذه فضيحة هذا مع الأسف انقاص من مقام الإمام الصادق صلوات الله عليه ومن مقام إمة أهل البيت عليهم السلام إحنا نساوي بين الإمام الصادق وفقهائهم هؤلاء مذهب الجعفري ما يصير هكذا يرحمكم الله فالمشكلة هذه يعني هذا اصطلاح مثلا خاطئ هذا الاصطلاح ما عندنا في روايات أهل البيت عليهم السلام عندنا في روايات أهل البيت دين ولاية طريقة منهاج أهل البيت عليهم السلام هكذا تسمي أما تقول المذهب الجعفري مذهب أهل البيت هذا خطأ قل دين أهل البيت ولاية أهل البيت عقيدة أهل البيت لما تقول مذهب الإمام الصادق يعني كأنك قلت مذهب رسول الله هو رسول الله كان عنده مذهب ما عنده مذهب شنو الفرق بين رسول الله والإمام الصادق عليه السلام ماكو فرق كلاهما حجة الله على خلقه هذا نبي وهذا وصي ماكو فرق لاحظتم هذا من الاصطلاحات الشائعة من الاصطلاحات الشائعة لما واحد يصف الأهل الخلاف بقوله أهل السنة يقول رحت لذول السنة أهل السنة ماكو هذا الشيء أيضا عندنا أهل السنة نحن أهل الجماعة نحن هم أهل الخلاف لا يطبقون سنة رسول الله صلى الله عليه وآله الأحاديث التي عندهم تكشف عن أننا نحن أهل سنة رسول الله الحديث الشريف الذي عندهم يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وآله من مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة ما عندهم حديث آخر فيه هذا الاصطلاح السنة والجماعة فإذا لازم واحد يفهم أن السنة والجماعة يعني شنو يعني من يموت على حب آل محمد يعني يتبعهم يواليهم ويبرأ من أعدائهم نحن أهل السنة والجماعة إذن ماذا نسميهم نسميهم أهل الخلاف المخالفين أهل العامة البكريين ما شئت فعبر لكن المهم لا تنسبهم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله هذا اصطلاح مناقض للأحاديث الشريفة فيه حرمة شرعية بعدما تلتفت رسول الله يقف أمامك يوم القيامة يقول كيف نسبت هؤلاء لي أنا أمرتهم بأن يصلوا هكذا هاي كان سنة رسول الله صلى الله عليه وآله سنة رسول الله ازدالوا ليدين كما ثبت أيضا في أحاديثهم هاي سنة عمرو الخطاب إذن هؤلاء كانوا تستطيع أن تقول أهل سنة عمر أهل سنة معاوية وتعلمون أنتوا أصلا هذا من أين جاء كلمة أهل السنة والجماعة بالنسبة إليهم تتعجبوا هم في البداية لما الإمام الحسن صلى الله عليه هادن معاوية فمعاوية استلم الخلافة والحكم سموا ذلك العام عام الجماعة ليش باعتبار أنه جميع الأمة اجتمعت على مبايعة معاوية ابن أبي سفيان فكان يسمون أنفسهم ماذا أهل الجماعة هاي في البداية زين معاوية ماذا سنة لهم لعن علي بن أبي طالب وشتمه على المنابر فلما جاء عمر بن عبد العزيز حتى يلغي هذا الأمر كيف عارضوه وخرجوا بمظاهرات كانوا يقولون له أهملت السنة يا أمير المؤمنين السنة يعني شنو يقولون يعني سنة بني أمية في لعن علي بن أبي طالب عليهم السلام فكانوا يسمون أنفسهم نحن أهل السنة والجماعة يعني شنو يعني أهل السنة سنة لعن علي وأهل الجماعة يعني أهل جماعة معاوية هذا معنى أهل السنة والجماعة عندهم هذا أصل الآن طبعا أبنائهم اللي الموجودين الآن لا ما يفتهمون شنو معنى ما يدرون يصورون أهل السنة يعني أهل سنة النبي مو أهل سنة لعن علي أهل الجماعة يعني جماعة المسلمين مو أهل جماعة بني أمية ومعاوية لاحظتم؟ هاي الأمور يجب أن نكشفها للمخالفين حتى يهتدوا حتى يتبصروا حتى يوالوا أهل البيت عليهم السلام هذا أيضا من الأخلاط الشائع مع الأسف لا يجوز شرعا وصفهم بأهل السنة والجماعة لا يجوز شرعا قول مذهب أهل البيت المذهب الجعفري لا يصح هذا فيه إشكال لا يجوز شرعا أن تقول مسيحيين أو مسيح الناس سمي هؤلاء النصارى يقول مسيحيين لا لازم سميهم نصارى كما سماهم الله تبارك وتعالى وإلا يوم القيامة المسيح ابن مريم النبي عيسى عليه السلام يقف أمامك يقول كيف نسبت هؤلاء لي أنا أمرتهم بأن يشركوا بالله ويجعلونني إلها أنا أمرتهم لماذا تقول مسيحيين مسيحيين يعني أتباع المسيح أتباع المسيح نحن يأتي رسول من بعد المسيح اسمه ماذا أحمد هذا الذي بشر به المسيح صلوات الله عليه فنحن أتباع المسيح حيث اتبعنا بهذا الذي بشر به اتبعنا رسول الله صلى الله عليه وعلي نحن المسيحون حقا أما تنسب هؤلاء القوم النصارى المشركين بالله تعالى تنسبهم إلى المسيح ابن مريم فهذا فيه إشكال شرعان المطلوب من الإنسان أن يتأدب بآداب الله وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله لا يعد عن كلماتهم عن اصطلاحاتهم عن أحاديثهم يعرف كيف ينطق كيف يتكلم هذا هو المطلوب